موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني حسن جلمبو تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة لكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد في البالي نغزن ما له حل ما السيف يغمد حين يستل ما الماء يحرق دفق سلسله ما الزرع ما النار منها الزرع يبتل ما الخوف يضفي روعه أمنا ما البعد يسبق وقعه القبل والشمس كيف تراجعت ورعا إما تفاقم حولها الظل ما زال في الأرجاع يسألني وقت مضى عن قادم يدل والرأس دار لخلف وجهته والقلب حل محله العقل آنست في عينيك أسئلة يحتار فيما تسأل السؤل ودع الفراغ إليه من رحل أو عنده يستجمع الشمل سأل القتيل وملأه ضحك يا قاتلي هل حلل القتل أينك أغمضة لكي ترى ما كنت أخفي فيك كي أجل أسبلت أجفانا بها عجب شفت وبان وراءها الطل وصحوتي كي يرقى بنا حلم وشححتي حتى يبرز البذل وتحلق الشعراء حول فمي وأنا بصمت ما به قوله يتهامسون بشعر من عرف من أين يأخذ قوله الجزل يا عبت الإيحاء كيف أرى حرية كالغزو تحتل كيف الجبال الراسيات دنت ليسود في عليائها السهل قولي فكل مشاعري سمع والقول منك بحيرتي فصلوا وليأكف الحكماء حيث رأوا ما لاحظوا أكي حيث ما حلوا هرعوا إليك ليفهموا ويعوا ما كان يصلح حين يعتل الكون حولك جلد مرتبك وكأنه في لهوه طفل فالبحر في عينيك متأد والليل راض أنه كحل والريح في كفيك راهبة عذراء ترشد من به ضل عجلت إليك مجرتي ولهن وسعى يغير طبعه المهل ها أنتذي تتلين أسئلتي وأنا بإثرك شاخصا أتلو لن تستريح فصول قصتنا فصل يطارد وقعه فصل زمن يدور على وقائينا في محتواه الغير والمثل إن كان لغزا بوحنا فلن أغوص وفي أعماقه الحل شكرا جزيلا بعد هذه الجولة في رحاب القصيد أدعوكم الآن إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتاب أصعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين معكم سلام أبو السمرى كاتبة وروائية أردنية وهذا كتابي كتاب قنديل السلام إصدار دار أورقة النشر هذا الكتاب قنديل السلام يتحدث حوله خواتر واقعية خواتر ومواقف تحدث معنا في الواقع بشكل مستمر جميعنا يتحدث حوله خواتر تتحدث عن الألم، الفرح، الحزن، التفاؤل، اليأس، كل شيء وكل شيء له حل من بعض هذه الخواتر التي تحدثت عنها وهي مصيبة إذا فقد الوجدان أي الضمير كل خسارة ممكن أن تتعود إلا خسارة الضمير وعلى وعلى ذلك ستخسر بعده قلبك وحياتك فلا حياة دون قلب ولا قلب دون حياة أيضاً لقد فات الأوان وانتهت الصلاحية لقد فات الأوان على مراوغتك واشتياحك لي بعدم كلماتك وأؤكد لك أنه لن يتغير ماضاً قد مدى أقصد في هذه الخاطرة أننا أحياناً يأتي الشيء بعد فقدان الشغف اتجاهه أيضاً بعض من الخواتر العقل بؤبؤ العين نور العقل يصطع بالحكمة إن نور العقل يجب أن يهدينا أولاً إن كنا نود أن نمد بالرؤى الحقيقية العين لا تبصر البصيرة هي بصيرة القلب وما فائدة الرؤى إن كان القلب أعمى وما فائدة العقل إن لم يرجح كفة الشرائع الإنسانية الرؤى الحقيقية هي رؤى القلب أيضاً التجاهل سيد الكبرياء تجاهل كل ما يسبب لك ألماً ويعيق سعادتك حتى وإن اضطررت على البقاء وحدك مدى الحياة لأن من صفات احترام الذات إبعادها عن كل ما يؤذيها التجاهل سيد الكبرياء والصمت لغة العظماء والاختصار أساس الانتصار هذا ما تحدثت عنه في خواطري ويوجد كثير أيضاً خواطر تتحدث عن مواقف تحدث معنا في كل موقف له ردة فعل معين أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وشكراً جزيلاً لكم ولا ندعوكم إلى متابعة هذا التقرير الثقافي من خلال برامج التواصل الاجتماعي الفيسبوك والأنستا وجميع المواقع التواصل الاجتماعي دائماً نحث أهلنا أن يحافظون على هذا الموروث التاريخي وإحنا نفرح من يجون يزورونا أهلنا بالموصل وأهلنا من جميع المحافظات العراقية يجون يخشعون هذا الموروث التاريخي وإحنا الصالة هي مثل ما يقولون بالمصلاوي الصالة صالتكم إيما تيمن تجون يا ألف هلديكم يعني من فتحت الصالة إلى حد الآن إحنا يجون أهلنا يتفرجون ويتطمشون على هذه المقتنيات مقتنيات أهلنا أيام زمان مقتنيات الزمن الجميل فهذه الأشياء يجون يتفرجون عليها أكون منهم يجون يتعلمون أكون منهم عندهم دراسات عندهم بحوث يجون طلبة يجون يقول لي أش كانوا فلان شي يستخدمون أيام زمان ومن تعرف قبل كان ماكو غاز كانوا يستخدمون الحطب كوسيلة تدفئة كانوا يعملون أيام زمان التنوغ يعني كثير أمور سابقا كانت ما موجودة فكانوا يصنعوها بمدينة الموصل وأيضاً إحنا ما بس مهتمين بالنحاسيات مهتمين بالزجاج مهتمين بالخشب مهتمين بالأزياء الأزياء الفلكلورية الموصلية مهتمين بالبقج المفارش هاي الأشياء إحنا كل تنهتم بيها لأن هذا تاريخ مدينتنا فلازم نحافظ علينا ما بس موضوع والله نحاس ما عفو أشنو لا إحنا كل شي نوثقه عندك البغيني عندك البرمة هاي الأشياء إحنا لازم نحافظ عليها ونوثقها في صورتها الصحيحة حتى من يجينا زائر من غير بلد يجي يقول يابا إيش صنعت من تمهل الموصل إيش قدمتم يجي نقول له تعال هاي البغنية مصلاوية هذا البريق مصلي هذا اليوم عندك الجاجين مال موصل هاي المرعزي مال موصل هاي البغشة شغل السيرما مال موصل هاي تشودريات المقعد مال حمام هاي المعدسي هاي الطاوة هاي الصافوي هاي الطشق مال الصوف هاي الدست مال السليقة هاي الطاوة يعني كثير أمور احنا لازم نتحدث بها نعلم الشئ المدينتنا وبلدنا ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني حسن جلمبو فاسبحوا لي أن أرحب بضيفي مرحبا أهلا وسهلا بك سيد حسن أهلا بك سيد حسن ضيفا على برنامج فضاءات في قناة الرافضين أهلا وسهلا بك أهلا بك مرحبا حياك الله بداية سيد حسن يعني أحد إصداراتك كان يحمل عنوان ملامح التراث في الشعر الفلسطيني ومعين بسيسو إنموذجا يعني خذت عن هذا الموضوع تجربة الشعر الفلسطيني معين بسيسو حقيقة أنا لفت انتباهي أنك تناولت التراث الشعبي في شعر معين بسيسو طبعا معين بسيسو معرف شعر منهض المقاومة أنت ما إلى فصائل المقاومة الفلسطينية يعني سؤالي أو الذي لفت انتباهي لماذا جنحت إلى التراث الشعبي ولم تشتغل على النفس الثوري في شعر معين بسيسو حقيقة إن المتتبع لأدب معين بسيسو سيعلم يقينا بأن المرحلة السياسية التي مر بها وتعرض للاعتقال أكثر من مرة وغير ذلك كان له أثر كبير في تركيبة النص الشعري لدى معين بسيسو ولكن لافت للنظر أن معين بسيسو يبني قصيدة كاملة على استحاء موروث أدبي أو تاريخي أو ديني يقوم باستحضاره ليجعل من هذا المنطلق التاريخي سببا في بناء القصيدة ولعل التراث ينقسم عند معين بسيسو إلى ثلاث أقسام وضع رئيسية هي التراث الديني والتراث التاريخي والتراث الأدبي وواضح جدا مدى عمق معين بسيسو في التراث ومدى تمكنه منه وقدرته على صياغة النص الشعري انطلاقا من رمز تراثي معين وعند بعض القصائد كانت تمثل ما يشبه القناع كامل أنت يبدأ بالشخصية من بدايتها حتى النهاية مع شخصية واحدة الذي دفعني إلى اختيار دراس التراث في شعر معين بسيسو لأنني في تلك الفترة كنت أرغب فقط في التمكن من التراث والرموز التراثية ومعرفة كيفية توظيفها لدى الشاعر في النص ولعل ذلك أفادني كثيرا في المرحلة التالية عندما بدأت كتابة الشعر فأيقنت بأن النص لا يجب أن يكون عبارة عن لغة موزونة بحيث يجب أن تكون مطرزة بطابع تراثي أو رمز تاريخي معين أو استحاء قرآري أو رمز ديني معين ليكسب النص الأدبي نوعا من الرفعة إلى حد ما ومعين بسيسو شاعر كبير لم يأخذ حقه في حياته ولا بعد وفاته ولعل الظروف التي كانت تحكم المنطقة في تلك الفترة كانت سببا في ذلك وتعرضوا للنفي والتهجير أكثر من مرة ووفاته غريبا كل ذلك دفعني إلى البحث حقيقة عن طريقة توظيف التراث لدى معين بسيسو وجدت النص أو الجزء الأكبر من أشعار معين بسيسو توظف الرمز الديني واستوحى شخصية المسيح عليه السلام وشخصية موسى عليه السلام في أكثر من موضع أو في موضع كثيرة جدا نقول بحيث أكثر من نصف قصائده كانت تأخذ هذا الرمز في المتبع لذلك اضطرني إلى هذا الأمر جعلني أحتاج إلى قراءة الإنجيل كاملا نعم وأقرأت توراكة لأحاول الربط بين الرمز القديم وكيف وظفه بطريقة معاصرة طيب أنت قلت يعني معين بسيسو لم يأخذ حقه طبعا أنا كان عندي هذا في ذهني هذا السؤال طبعا هو يعني يكاد يكون يسير بمسيرة متوازية مع محمود درويش لكن معروف محمود درويش أخذ يعني أخذ حصة الأسد بسبب القرب من أي فهو هذا سؤالي أنه لماذا معين بسيسو الرغم أنه هو أنه قريب من القيادة الفلسطينية أيضا متعرض للسجن وتعرض المطاردة ومعروف طبعا مناضل ومقاوم ولماذا لم يأخذ حقه بشكل صحيح أو بالمساحة التي يستحقها الله حقيقة أنا حتى الفترة الأخيرة كنت أقرأ عن حياة معين بسيسو وقرأت معلومات جديدة كانت علي رغم أن الكتاب هذا قمت بكتابته من أكثر من 25 عاما ولكن وجدت أن معين بسيسو أثناء علاقته القوية مع السلطة ومع صناع القرار في ذلك الوقت هو ومحمود درويش وسميح القاسم في نفس الوقت وجدت أن هناك بعض المؤثرات الخارجية من قوى معينة وسلطات معينة حاولت أن تجعله يتنحى من المكان وأن تقدم شخصا آخر عليه بحيث أنه يتم تهميشه إلى مرحلة أو في مرحلة معينة لمصلحة محمود درويش؟ لمصلحة محمود درويش قد تكون لمصلحة محمود درويش أو لمصلحة شيئا ما أو بالله إلي لعله يمكن يكون محمود درويش طرف في هذا لا والله لا أعلم حقيقة الآن كلهم عند الله عز وجل ولا نعلم هذا الشيء ولكن حقيقة قد يكون النسق الشعري عند معينة وسيسو أكثر ثورية منه عند محمود درويش في ذلك الوقت وقد يكون ذلك قد يؤثر على صناعة القرار في ذلك الوقت وقد يؤثر على مسير خط جميل هذا الملاحظة مهمة جدا أنه نسق الثوري في شعر معينة وسيسو معينة وسيسو استمر إلى نهاية الشوط هو على نفس واحد أما محمود درويش سجل عليه انقلابية في سنواته الأخيرة يعني تجد أن كثير من أشعاره بعيدة عن الثورة قليلا أغرق في الذات وفي المجدانيات وفي الحياة والمجتمع أكثر من معينة وسيسو معينة وسيسو كل قصائده من أولها حتى آخرها حتى أنه الديوان الأخير عنده اسمه القصيدة قصيدة ثورية كاملة ديوان القصيدة الواحدة هو قد يكون من أوائل الذين كتبوا ديوان القصيدة الواحد معينة وسيسو ولكن لم يكن له حضوة نعم ممكن لكن هو كان له صدى مدوّف في المسيرة الفلسطينية على مستوى الأدب ومستوى النضال عام 82 عندما اشتاح الكيان الصهيوني جنوب لبنان وكان طبعا انتقل من القاهرة بعد أن تعرض للسجن انتقل إلى بيروت وبقية في بيروت كان يشرف على تحرير صحيفة المعركة نعم التي كان تغطي وعنده قصيدة أصلا نسبة المعركة جميل أنه ربط المعركة مع الصحيفة مع النشاط فكان له حضور مدوّع أيضا لكن الفترات التلت ذلك حتى أوائل التسعينيات تقريبا كان هناك نوع من التهميش لمعينة وسيسو نعم يعني تكاد تكون المعظم الناس لا يسمعون به معظم المتخصين لا يتعاطون مع أشعار محمود معينة وسيسو على حساب شخصيات أخرى نعم دارت حولها بمجموعة من رسالة أكون أنا أول شخص كتب رسالة ماجستير نعم عن معينة وسيسو سبقني شخص درس الأعمال المسرحية الكاملة معينة وسيسو وشخص درس حياة معينة وسيسو نعم أما كتحليل النص الجعري وتحفكيك الرموز التلاثية وربطها المتبع لقصائد معينة وسيسو يربط دائما بشخصية المسيح نعم وكأنه يكاد أن يوصل صورة كاملة بأن الذين تأمروا على المسيح في الأول نعم هم الذين يتأمرون على المسيح المعاصر نعم من جديد نعم المتأمرون على القضية نعم هم أنفسهم الذين أخرجوا المسيح نعم وكانوا سببا في صلبه حسب الرواية التورتي الإنجلية هم أنفسهم الآن الذين أخرجوهم من دياني نعم هذا الكيان أيضا قضية صلب المسيح عليه السلام هناك ديوان شعر لك أيضا حمل عنوان زهر حزيران طبعا حزيران يعني لا تحمل عنه الذاكرة العربية إلا الوجه طبعا دائما لما يذكر حزيران تذكر نكسة حزيران عام 67 التي تمدد فيها الكيان الصهيوني احتل كامل فلسطين تراب فلسطين وأيضا احتل أجزاء من الدول العربية المجاورة لبنان وسوريا والأردن ومصر فسميت بالنكسة التي كانت في خمسة حزيران الحرب القصيرة كانت ودائما الذاكرة العربية عندما تذكر حزيران خاصة عندما نصلت الضوء على المشهد الأدبي أو المشهد السياسي دائما تحضر نكسة حزيران أنت الآن استخدمت مفردة جميلة وهو زهر حزيران يعني هل أردت بذلك أن تخسل الذاكرة العربية من وجه النكسة أم هناك مقصد آخر حقيقة قد يكون في ذهني في ذلك الوقت أمران أن زهر حزيران هو الديوان الأول لي والذي جاء بعد القطاع أكثر من خمسة عشر عاما نعم انقطعت عن الشعر متعمدا بحيث أني منذ توفي والدي توفي والدي فأنا عجزت عن رثائهما في ذلك الوقت نعم وقفت الشعر تماما وكلما جاءني هذا الشعر كنت أهرب منه لفترات طويلة حتى بداية 2020 نعم عندما بدأت للشعر وبدأ يعني انهال مرة أخرى الشعر وفتحت أبواب أخرى للشعر والقصيد فبدأت أكتب واستفيت كافة النصوص القديمة التي كتبتها فيما قبل 2010 ثم بدأ القرار الرئيسي بأن أدى بطباعة الديوان كان في حزيران وحزيران ارتبط عندي أنا بالصيف نعم ورؤية والدي رحمه الله كنت أنزل كل سنة في حزيران فأراهما في البيت والياسمين الذي يعطر الدرج والأشجار التي تثير رائحتها في الصيف تنزل قصدك إجازتي من الإمارات تأتي إلى الأردن إلى الأردن نعم 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 من سنة 2000 في الإمارات نعم وطوال السنوات قبل وفاتهما كنت أنزل إلى عمان فأراهما في حزيران وارتبط عندي الصيف وحزيران بالزهر والياسمين الذي كنت أبحث عنه من ذاكرتي الطفولية والذي افتقدته فورا وفات والدي بحيث جفت الشجرة في نفس العام التي توفي فيها وقد توفي والدي في عام واحد أو في شهر سبحان الله في نفس الشهر وحين قررت طباعة الديوان فاخترت هذا الاسم زهر حزيران لأضفي نوعا من العطر على الصيف الذي يجمعني بالناس الذين أحببتهم نعم ولذلك كانت بداية الديوان أن هذا الحزيران أهدتني عباءتها بدأت بأنسنت الصيف نعم وأنسنت الحالة الشعرية لأضفي نوعا جديدا من العطر على الصيف الذي يعيد إلي بعطره ذلك وبيعسمينته ذلك ذاكرة ماضية ولعل المقدمة التي كانت في التمهيد توضح ذلك للقارئ أكثر جميل آنست شعرا هذا الديوان الأخير الذي نلت عليه أو حصلت أو فاز بجائزة الشعر عاطف الفراية رحمة الله عليه عام 2022 هذه الجائزة تقيمها والمسابقة تقيمها رابطة الكتاب الأردنين وأنت فست بهذه الجائزة أنت تقيم في الإمارات الآن وعاطف الفراية رحمة الله عليه كان في الإمارات مقيما إلى وفاته هل التقيتم على أرض الواقع فقط شعرية نعم كنا صديقين نعم ولكن الغريب في الصورة أننا تعرفنا أنا ما زلت حتى الآن لا أذكر كيف تعرفنا وتبادلنا أرقام الهاتف نعم ولكن كنا صديقين نتحدث باستمرار وما كنت أعرف بأن عاطف الفراية شعر كان صديقا يحدثني عن أوجاع كثيرة تقيتم في الإمارات لم نلتقي نعم نتحدث بمعدل مرتين أو ثلاثة في الأسبوع نعم نتحدث عن الحياة عن العمل عن الأردن عن الأوردن كيف تبادلتم الأرقام أعتقد عن طريق موقع من المواقع الإلكترونية أو شيء منها نعم نعم لم نلتقي أبدا ولكن كنا صديقين وكان دائما يتحدث عن وجع الأردن وتحدث عن وضعه وتحدث عن زوجته وتحدث عن الغربة التي أشعر بها على أنها غربتان نعم غربة المكان وغربة الروح ثم بعد ذلك بدأت أعرف عاطف الفراية فوجدته شخصا رقيق القلب نعم عذب الكلام إنسانا رائعا سبحان الله اختلفت الحياة فيما بيننا وانشغل كل بحياته وفجأت بخبر وفاته نعم ثم شاءت الظروف بأن أنظر إلى أو أن أطالع خبرا في الصحيفة أو في المواقع الإلكترونية عن جائز تعاطف الفراية وكان عندي مخطوط نعم جاهز كنت أنوي أتقدم به إلى وزارة الثقافة نعم وأنا في العادة لا أحب أن أتقدم بمسابقات لأنني لا أثق كثيرا بمعايير التقدم نعم وحين سألت عن معايير التحكيم في الرابطة قررت بعد ذلك أن أتقدم لعل على الأقل لعل أن يكون لي نصيب في ذلك نعم وفجأت حقيقة بأنني فست بهذه الجائزة ليس لأنني لا أثق بما كتبت ولكن لأنني أثق بأن هناك كثيرين في الأردن من الشعراء الذين قد يكونوا قد تقدموا قبلي وأنهم يستحقون من مجموعة من الشعراء الكبار في الأردن ثم تلقيت في نفسي لأكثر من اتصال من أشخاص من خارج الرابطة يماركون لي فقط لأنني فست وأنا خارج الدولة فقط لأن طريقة التحكيم في الرابطة حيث يختاروا النسخ بدون أسماء بدون عنوين بدون أي دلائل على الكاتب وحاكم النصوص لتفوض النصوص مفقا لعلامات يتم تجميع الدرجات من جميع أعضاء لجنة فكانوا يباركون لي ذلك لأن ذلك ضرب شوطا كبيرا في أنت ذكرت عاطف الفراية في بيتين من الشعر أو قصير نعم أنا ففي الفوز نعم أهديت هذا الفوز كامل لعاطف الفراية نعم يعني كتبت هذا الشعر بعد الفوز بعد الفوز ليلة الفوز نعم حين بشروني بالفوز كتبت لروح عاطف هذا الشعر أسجيهي نعم لأنه كان هدية له ولأن هذا الديوان سيظل موسوما بعاطف الفراية نعم سيظل متزيلا باسم عاطف الفراية فلن يذكر أنستو الشعرا إلا وسيذكر معه أنه الفائز بجائزة عاطف الفراية نعم هذا هو قد لا نكون اتقينا على وجه وسبحان الله فاز بجائزة أدبية قبل وفاته بأسبوع وسبوعين وأنا باركت له عام 2014 كنت في القاهرة ووردني خبر أنه فاز بجائزة وباركت له سبحان الله بعد سبوع وسبوعين توفي راحة ليلة وعاطف الفراية أيضا لم يأخذ حقه كامل نعم في حياته رحمة الله علي ولعل مبادرة جائزة عاطف الفراية هذه التي تقيمها الأستاذ أرمرته مع المشايخ خطنا أمم المشايخ هي كاتبة ورؤية نعم رائعة هي فلعل هذا شيء على الأقل من رد الجميل للروح عاطف الفراية نعم والسمو باسمه في سماء الشعر وما زال شعر عاطف الفراية يحتاجه دارسا متمكنا يغوص فيه ويقوم بإطروحة حوله يعني ما زال ينتظر أحد الباحثين ليقوم بتحرير نصوصه كاملة طبعا أنا أبارك لك الجائزة وندعو بالرحمة والمغفرة لروحه أخينا عاطف الفراية رحمة الله وعلي والصحة والسلامة لزوجتي وقتنا الكاتبة أمل المشايخ سنكمل بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني حسن جلمبو فاسمحوا لي أن أرحلوا ضيفي أهلا وسلمك سلام حسن كنات حدث عن يعني عاطف الفراية وعن الجائزة التي خصصتها رابط الكتاب الأردنيين ليحياء ذكرى الشاعر والكاتب عاطف الفراية رحمة الله عليه هناك يعني قواسم مشتركة بينك وبين عاطف الفراية خاصة في موضوع الشاعر والكتابة أنت تناولت آذار في شعرك وعاطف الفراية أيضا أنت تقول عن آذار وآذار ما زال يرسلوا كل ربيعا لي رسالة رسالة شوق ويخبروني كل يوم حكاية أما الفراية فيقول ما سرك يا آذار آهل أو تدري يا آذار بأن جميع حساسين العمر تغرد في جوفي إذ تأتي فما سر الاشتراك بينكما في استحضار آذار قد تكون من المصادفة نعم ارتباط آذار لدى الشاعر عاطف الفراية نعم بآذار عندي ولكن قد يكون هناك قاسم مشترك بأن عاطف الفراية نشأ في مجتمع الكرك نعم وأنا درست في مجتمع الكرك مجتمع الكرك يتميز مدينة الكرك التي هي جنوب الأردن مائة وخمسين كيلو على جنوب الأردن طبيعة الكرك نعم قد تكون هي المحافظة الوحيدة التي تتكاثر فيها الحساسين لذلك هو يذكر الحساسين في الشعر هو نوع من الطيور نوع من الطيور وهو طائر تركماني بسمى أو أروس تركمان نعم الذي يكون عليه مثل الحناء في وجهه وهذه تتكاثر في الكرك هي تبحث عن مصادر الماء وتتكاثر في الأماكن فيها مصادر مائية وهو ما ذكرها في شعره إلا لأنها مرتبطة بذاكرته في الطفولة نعم أما أنا فنظرتي للربيع كانت بداية لأن الربيع هو بداية النهايات نعم بالنسبة لي الربيع هو بداية الزهر بداية الخير بداية الجو الجميل بداية الشمس بدايات كثيرة بعد شهور من البرد والثلج وتساقط الأوراق والشجر هنا يبدأ الربيع برسم لوحة جميلة نعم على وجه الأرض ثم تبدأ العصافير بالانتشار من جديد وتكاثر من جديد لعل الربيع بالنسبة لي كان شيئا آخر لأنني كنت أبحث عن شيئ ما نعم قد يكون في الربيع فهذا أما حول عاطف الفرايا فهو يربط الربيع من جديد بالطيور بأرض الطفولة بذكريات عالقة في ذهنه نعم يعني أنت قلت لي لم نلتقي على أرض الواقع فقط كان تواصل وأدركت أنه شاعر وكاتف فيما بعد قبل وفاتهم يعني فيما بعد بدأت أقرأ عنه يعني فوجيت أن هذا الشخص الذي عرفته أنا كموظف في جهة حكومية في الإمارات أنه هو شاعر لكن هو كان يبدو أنه كان مقلا في النشر في ذلك الوقت أو لم يكن بطبيعة الحياة في الإمارات لم يكن هناك ثم يعني مجال أو أكبر للنشر والبروز على مستوى واسع على مستوى دولة الإمارات العربية والمتحدة ووجوده خارجي للوطن تجعل من أنشطه الشعرية محصورة بأصدقائها أو علاقاته هو في الغالب يكتب النص النثري نعم أنت لم تكتب النص النثري أنا لا أكتب النص نعم وهو يكتب التفعيل أنت التزمت بالتفعيل نعم وأكتب التفعيل نعم لكن في الغالب كان النص النثري أنا التزمت بالتفعيل كان يتبنى النص النثري ويوما ما دار حوار بيني وبينه في عمان حول موضوع النص النثري وعلاقة التسمية القصيدة يعني هذا الإشكال حول التسمية أن تسمي النص النثريا بقصيدة حقيقة أنا يأخذون علي الآن بأنني أنا أتحيذ للقصيدة وأتحيذ للوزن أنا ما زلت أؤمن كدارس للأدب العربي أو متخصص في الأدب المعاصر ما زلت أؤمن بأن الشعر يعود إلى تعريفه الأول هو قوله الموزون مقفد على معنى الآن عندما تخلصنا من القافية في مطلع القرن العشرين أو ما قبل القرن العشرين لأسباب أجمع النقاد على أن طبيعة الحياة والمعاناة من الحروب والصراعات والنكبات والترحيل والتهجير جعل الشاعر قلقاً بحيث أصبح الشاعر يريد أصبح يبحث عن الشعر بعيداً عن الارتباط بالقافية فكانت ثورة التفعيلة على يدنا أو قصيدة الحرة أو تفعيلة كما سمعت قصيدة الحرة نعم الآن هذا الشيء استطاع أن يثبت نفسه كنص شعري هو تطور طبيعي لقصيدة العمودية كما تطور فن الأسجال مثلاً في الأندلس انبثقة عن الشعر العمودي كذلك المنمنامات والموشحات التي ظهرت أيضاً في ذلك الوقت كلها كانت تطوراً طبيعياً للشعر نعم الآن قصيدة ما يسمى بقصيدة النثر وأنا في كتابي ملامح التراث في شعر معينب سيسو تعرضت بفصل كامل إلى ذلك لأنني وجدت قصيدة واحدة عند معينب سيسو كتب في أواخر نتاجه بدأ فيها في كتابة قصيدة النثر ولا أعلم لماذا كان هذا الخروج من شاعر متمكن في شعر العمودي وشارتفيل ما زلت أؤمن بأن ما يسمى بقصيدة النثر هو أدب جميل وأدب رشيق ولكنه لن يكون تطوراً للتفعيل قد يكون تطوراً لنص النثري فدائماً كنت أدعو لماذا لا يسمى بالنثر الحر نثر مكتوب على هيئة التفعيلة اسمه النثر الحر وهناك كتاب جميلون يكتبون هذا النسق وبخاصة الذين لا يغرقون في الرمزية والذين يبرزون الجمال تكون يعني عبارة عن صور فنية جميلة منسقة منمقة بطريقة جميلة فلكن لا أعترف لن أعترف والله غالب ولن أكتبه لن أكتبه لأني ما دمت قادراً على كتابة التفعيلة وأنا بنظر أن كثير من الذين توجهوا من التفعيلة للقصيدة النثر أنهم في مرحلة من مراحل كتابتهم الإبداعية أصبحوا غير قادرين على الالتزام بالنسق الموسيقي فأرادوا أن يتحروا يشعر بصعوبة يشعر بصعوبة وبعضهم لم يمر بهذه المرحلة في أقل تقدير من مر بمرحلة القصيدة العمودية أو التفعيلة أنه اكتسب شرعاً عنوان شاعر لكن هناك من لم يمر ولا يمتلك إلماماً ومعرفة بموضوع العروض والقافية والحرف الروي وهذه التفاصيل وبدأ يكتب مباشرةً النص النثر ويقول هذه قصيدة وأنا شاعر حقيقة موضوع شائك وسيغضب الكثيرين لأنني أنا قابلت كثيرين منهم حين تسأله عن نفسه لا يقول بأنه شاعر سيقول أنك كاتب نثير نعم هو نفسه لم يصنف نفسه كشاعر نعم هو قلق طبعاً بذلك هو قلق نعم هو النص قلق فيبقى صاحب النص قلق لكن النص جميل كان بإمكانه أن يجدونها تسلية جميلة لا نختلف هناك نصوص نطرب لها عندما وبإمكانه أن يجدونها مسمى جميلة يعني أحياناً تتفوق بالجمال والعروبة على النصوص الموزونة نعم أو القصاد الموزونة لكنه هذا له اسم هذا له اسم نعم على العموم بعدت مرسوماً سرياً لأبي الطيب المتنبي ماذا قلت له في هذا المرسوم قد يكون هذا نص في المرسوم السري لأبي الطيب المتنبي أريد أن أعيش حالة القلق أو أن أعبر عن حالة القلق التي كان يعيشها نحن نعلم يقيناً إرهاصات هذه القصيدة التي كتبها المتنبي حين أقال على قلق كأن الريحة تحتي الآن قد تكون للغربة نعم إرهاصات معينة تجعل المرء في حالة قلق دائم وهو بين صراعات كثيرة حياته في غربته وعمله ومستقبله الذي يطلع إليه ومستقبل عائلته مقابل حنينه إلى أرضه ووطنه واستقراره وبيته كل هذه الأمور قد تجعل الشاعر أو الإنسان عموماً في غربته قلقاً ولعل هذا القلق تبلور من خلال بيت المتنبي لأعيش حالة القلق نفسها التي عاشها فأعبر بذلك عن نوع من عدم الاستقرار في الحياة بعد حوالي ربع قرن أو شكت على ربع قرن من السفر لأقول لأنه لا خيل ولا ليل ولا بيداء العال هو كان الخيل والليل والبيداء تعرفه الآن نحن في غربتنا بلا خيل ولا ليل ولا البيداء تعرفنا ربما الليل فقط عندنا ليل لكن حتى الليل لا يعرفنا لأنه نحن حتى غرباء عن الليل فهذا ليس ليلنا الذي نشأنا به وليس خيلنا الذي نشأنا معليها وليست بيداعا التي عيشنا فيها فأن تكون في غير مكانك وإن كان شيئا جميلا وإن كانت تجربة جميلة وخبرة عظيمة سفدناها وتتطور في الحياة الاجتماعية والمعيشية إلا أن الإنسان شعر في داخله بأنه نبتة من أرض أخرى إذن أنت استحضرت المتنبي فيك من خلال هذه المفردات ومن خلال هذه الحياة ومن خلال هذا الجو الذي عشته وهو كان يعيش قلق كما يقول في مطلع بيته على قلق كأن الريح تحتي وأنت أيضا خطبت المتنبي على قلق نسمع مطلع القصيدة على قلق كأن الريح تحملني على الغيم لألقاني هناك حيث أبحث عن بقايايا وتتركني لأهوي مرة أخرى فأدرك أنني سأظل مكسورا مقيما في حنايايا فلا خيل أخب عليه آمالي ولا ليل ألوذ به فيخفي دمعي البالي ولا بيداء أقطعها فتأخذني إلي على امتداد القفر حتى مطلع الحزن فتصبح دون أرض الله بيدايا وأكتبني على رمل الصحاري جملة أخرى بلا نقط بلا إعراب فلا سيف أذود به عن الكلم ولا رمح أرد به جيوش الآه والألم ولا قرطاس يحضن في ليالي وحشة قلم فيرسل فيه مدى الكلمات معنايا جميل جميل يعني اخترت أن تكتب التفعيل في هذا المرسوم في هذا المرسوم المرتفعيل لم تلتزم بالقصيدة العمودي نعم أبدا جميل القلق هو الذي كان في البداية سببا في ظهور التفعيلة وهو نفسه الذي سيحجبك عن العمودي ويذهب بك حتى تكون صورة واضحة إلى المتابع المتلقي الذي هو غير مختص بالشعر لكن متذوق للشعر الفرق بين القصيدة العمودية والتفعيلة كلاهما يكتب على بحر ووزق لكن الاختلاف أن القصيدة العمودية تلتزم بنظام الشطرين تلتزم بحرف الروي بالقافية وعدد التفعيلات أما القصيدة القصيدة تفعيلة لا تلتزم بهذا لذلك تسميك الحرة طبعا بداية خروج هذا المولود سمي بالقصيدة الحرة ثم لتمييزها عن النص النثري سميت بالتفعيلة اتزاما بتفعيل الخليل ابن أحمد الفراهدي الديوان آخر لديك حمل عنوان وشهد شاهد من أهله وديوان آخر آنستو الشعران الذي هو تحمل بين يديك آنستو الشعران الذي هو في هذا المرسوم إلى المتنبيه هو الذي فاز بالجائزة جائزة عطف الفراية وأيضا هناك قصيدة حملت عنوان قطعنا أيديوان يعني النص القرآني حاضر حتى ولم يرد النص القرآني كاملا مفرد وحده يستحضر وجوده في الذاكرة ذاكرة المتلقي كاملا يعني آنستو شعران هي قول سيدنا موسى عليه السلام آنستو نارا وقطعنا يديوان معروفة عن سيدنا يوسف وشهد شاهد من أهله وهي شهد شاهد من أهلها أيضا في قصة سيدنا يوسف وكل نصوص هناك تناسبة عن النص القرآني بدي أن نقف على كثير من الشعراء تناول النص القرآني أو يعني جنحوا إلى التناص مع النص القرآني ما المطلوب من استحضار النص القرآني في الكتابة؟ بداية أستطيع أن أقول بأن استحضار الرمز التراثي عموما سواء كان من القرآن أم من التاريخ أم من الأدب يدفي قيمة فنية على شعر المعاصر أو الذات على شعر التفعيل أكثر بحيث أنه يفتح الأفاق أمام المتلقي للبحث والسؤال عما يرمي إليه الشعر وحاولت كثيرا أن يكون التناص عندي مع الرموز التراثية أو مع النص القرآني مغيرا للصورة التي جاء بها في نصه الأصلي ليحمل رصا جديدا وبعدا جديدا فأنست شعرا الديوان العنوان ليس مرتبطا بالقصائد من الداخل ولكن لعل هذا الديوان وهو الثالث في سنتين بالفضل الله عز وجل إشارة بعد انقطاع سنوات طويلة عن كتابة الشعر إلى أن الشعر أصبح مؤنسي الوحيد هنا وأصبح يؤنسني في غربتي وأصبح يؤنسني في مسيرة حياتي بحيث تغيرت كثير من المعطيات بعد بداية نشر الشعر وقد كنت أحجمت عن نشر سنوات طويلة أنا آخر نص نشرته في جريد الخليج قد يكون سنة 2005 ثم من 2005 حتى 2020 ما نشرت شعرا شاهد شاهد من أهله يحمل اسم قصيدة من الداخل هذه القصيدة هي القصيدة الرئيسية أو محور القصيد في الكتاب وتتناول شخصية سيدنا يوسف هنا ولكن بطابع مغاير فهنا اللواتي قطعنا أيديو وقد تعكس القصيدة في إحدى الدراسات التي دارت حول القصيدة قد تعكس نرجسية من نوع آخر للشاعر في ذلك الوقت وكأنه يريد أن يقول بأنني أنا الآن أنا الذي يطلبنني والذي يسعين ورائي قد تكون المرأة هنا مختلفة كرمز للأنثى عموما وقد تكون الإمرأة المفترضة وقد تكون الوطن الذي يبحث عنه ولكن هنا يوسف الغريب في أرض مصر هو نفسه يوسف المعاصر الغريب وقد عانى طويلا يوسف ليثبت نفسه وما تخلل ذلك من من إغراء وما تخلل ذلك من مقاومة وما تخلل ذلك من حبس إلى أن نال مكانته وكيد إخوته له أولا وآخرا نعم ثم يوسف المعاصر الذي قد يكون هناك نوع من تقارب نعم في مسيرته بين النص التراثي جميل جميل يافع روس البحر هذه أنوان قصير من قصعد يافع روس البحر كانت تخضب الكفين للموج المقيم على شواطئها تستحم على الضفاف مع الصبايا كالنخيل ويستظل بوهج عينيها أو بوهج عينيها النهار يافع كما يصفها الرؤون أجمل مدن فلسطين ولا يكاد شاعرا فلسطيني إلا وحنى حروفه بخضاب جراحها فهل قصعد يمكنها أن تسكن وجع المدن الجريحة أنا بنظري بأن يافا ترتبط به طيوات مختلفة نعم فوالدي كان من أوائل الفلسطينيين الذين عملوا في تدريس نعم قبل عام 48 وكان مدرسا في مدرسة يافا نعم قبل أن ينتقل للأردن ويؤسس مدرسة ثم تصبح جزءا من مدارس وكارة الغوث وينخلط في العمل الحكومي في وزارة التربية فكان دائما يحكي لنا عن الطريق من بلدتنا في فلسطين إلى يافا وكانت أخته شقيقته الكبرى تقيم في يافا فكان يقضي ليالي الشتاء والثلج والبرد عندها هناك ويعمل مدرسا هناك ويخبرنا عن حقول البرتقال عن البيارات في الطريق طبعا كانوا يتنقلون مشن هناك بين المدن فكان يخبرنا كثيرا عن يافا فارتبطت لدي بالكثير ثم بدأت أمزج ما بين يافا وعمان لأجدى تمت علاقة بين الحاضرتين يافا كانت حاضرة فلسطين وعمان حاضرة الأردن والدي كان ينتمي إلى هناك وأنا أنتمي إلى هنا ستظل يافا جريحة لأن ما أحدثه الاحتلال فيها سيظل شاهدا وقد يكون ارتباطي بيافا من إلى حد ما أن جذوري في العائلة قد تكون جاءت من بلد أخرى للقتال في داخل فلسطين مع أيام ثورة الجزار وحصار عكا وغير ذلك هذا ما وصلنا إليه في البحث عن جذور العائلة قبل مئات سنوات ستظل يافا علامة في فلسطين للتحضر للتمدن للشعر للبحر لكل شيء يافا مختلفة قد تكون مختلفة عن كل مدن لأن أول مطارات عربية كانت أول مطار عربي أول دولة أو مدينة مضاءة في الكامل كانت يافا هذا قبل 1880 هناك كان هناك مطار في يافا لم تكن هناك مطارات في الدول العربية عموما تقريبا في ذلك الوقت فكانت هذه الحاضرة في ذلك الوقت إشارة إلى أن المحتل عندما قرر أن يأخذ هذه البقعة من الأرض لم يأخذها لأنها صحراء جرداء ليبني عليها مستمراتي أخذها لأنه يعلم أنها حاضرة بين أخواتها جميعا وتستحق أن نسأل الله الخلاص لفلسطين وللأمة العربية والوطن العربي والأمة الإسلامية من هذا الكابوس وتعود إلى مجدها وزهوها شكرا لك والشاعر الأردني حسن جلام شكرا لك على هذا التطواف في آفاق الشعر والأدب والوجع جزيلا شكرا لك وجع الوطن شكرا لكم جميعا شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة